موسيقى خلال شهر رمضان العديد من الناس كيوجهوا بزاف دي المشاكل مع الفم والأسنان من بينها صفراء الأسنان وهذا المشكل راجع عن تراكم مولونات الغذائية أو البكتيريا على سطح الأسنان يمكن أن نتفادوا هذه المشكلة عبر غسل الأسنان بالفرشات والمعجون بعد فترة وجبة الفطور ووجبة الصحور المشكل الثاني هو نزيف لتا هذه المشكلة هو ناتج عن تراكم البكتيريا فيما يسمى البلاك دونتر أو تخطخ غير هو نزيف لتا ممكن يتعالج بنفسه وخص نضروري نزور طبيب الأسنان لكي يكشف على المريض ويشوف ماذا يحتاج إلى تخطخاج أو سيخفصاج بالنسبة للمشكل الثالث وهو رائحة الفم وجفاف الفم الذي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة بالإضافة إلى مشكل حساسيات الأسنان اللي يعاني بزاف الناس في هذا الشهر ليقدر يكون السبب دياله هو المشكل ناتج عن تراجع مستوى اللتا أو عن وجود جيوب بين الأسنان واللتا وهو عمو أن يتعالج بواحد النوع خاص من معجون الأسنان وباليبان دوبوش ولكن هذه الحساسيات تقدر يكون علامة عن وجود تسويس في الأدرس بين الأسنان وبالتالي فخص نتوجه عن طبيب الأسنان باش يفحص لنا ويعمل الأشيعة ويعرف ويكشف وتوجود هذا التسويس اللي يعطي الحساسيات دي الأسنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة